اشتركوا في القناة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وما دام هذا الرجل تصح صلاته وهي مقبولة عند الله فتصح صلاته لغيره أيضا وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للناس أن يصلوا خلف من لا يستطيع القيام وهو ركم في الفريضة بل أمرهم أن يجلسوا تبعا لإمامهم فكذلك هذا فالصحيح أن القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى أن كل من صحت صلاته صحت إمامته حتى الفاسق حالق اللحية شارق الدخان تصح إمامته الذي يغتاب الناس تصح إمامته فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها أن كل من صحت إمامته أن كل من صحت صلاته صحت إمامته ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثنىه الشرع كإمامة المرأة بالرجال فإن المرأة إمامة للرجال حرام ولا في الصلاة لن يفتح قوم ولوا أمرهم امرأة فيذا ولينا أمرنا في إمامتنا في الصلاة امرأة فلا فلا حلنا عرفت إذن القاعدة هذه نقول كل من صحت إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال نعم